السلام عليكم ورجعنا لكم فيديو جديد من العروضة الاسبوعية بدايتنا من الكازينو وتغيرت السيارة لإيتالي جي تي بي بسعر مليون ومية وتسعة وثمانين الف ثلاث اضعاف الفلوس والاربي على مود اوفر تايم رومبل وعندنا سبع خرايا تختار من بينها هنا لازم تأخذ السيارة اللي فيها مظلة وتحاول تنزل على واحد من الارقام اللي قدامك كل رقم عبارة عن نتيجة يعني اذا نزلت فوق اربعة مثلا فتقدر تسجل اربع نقاط للفريق ما في اي شي معقد بالمود لكن بس حاول تنتبه من الغدرات لان في ناس تتأخر عشان تقدر تسطم السيارات الواقفة والطيحة وتاخذ مكانها يعني حتى الفريق اللي معك ممكن يخرب عليك عشان بس ياخذ النقاط فحاول تتأخر شوي ولا تكون اول شخص يوصل للارقام مع سبع لعبين وفوز ثلاث مرات توصل ارباحك لتسعة وسبعين الف فلوس ووحدة عش الف وميتين وخمسين اربي عندنا كمان ثلاث اضعاف فلوس واربي على مودات كينغ اوف دا هيل وهو ديثماتش بسيط مع بعض النقاط اللي لازم تجمعها باختصار فريق الفايز هو اللي يقدر يحافظ على النقاط لاطول وقت ممكن في البداية ما يكون معك غير اسلاح واحد ولازم تجمع اسلحة من الخريطة وتقدر تستعمل السيارات اذا تبي لكن ما تنفع في كل الخرائط المهم مع خمس لعبين وفوز مرة واحدة تقدر تكسب تسع الاف تسعمية فلوس وخمس الاف اربي اما بالنسبة للتجارات فعندنا دبل فلوس واربي على كل مبيعات الهنغر يعني الصندوق اللي بعشر الاف صار بعشرين الف لكن شخصيا ما انصحك بهذه التجارة ولو تلعب مدى السيارات هذا الاسبوع يكون افضل اخيرا ننتقل للخصومات بداية نمع خصم على كل انواع الهنغر سواء كنت بتشتريه او بتعدل عليه من المركبات الحربية عندنا التولا الف 22 ستارلينج دي لوكسو وزي هابا واذا ادخلنا على موقع السيارات الرياضية بنشوف نفس الخصومات القديمة ما زالت مستمرة وهذا كم الاسبوع الرابع ما ادري اش السالفة ما تتغير لكن في احتمالين الاول ان الروكستار ما عندها افكار حتى للخصومات والثاني انها تبيد ناس تشتلي سيارة محددة لهذا السبب كل اسبوع تجينا نفس الخصومات من هنا اكون وصلت لنهاية المقطع يعطيكم العافية على المشاهدة لا تنسانا من اللايك والاشتراك واشوفكم فيديو جديد بإذن الله